بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في خناة الآل في بيرنامجكم ملك وكتابة وما كان لغير الأهل أن يفعل ما يفعله في هذه الظروف إبراهيم أهلا بك يا باشموندس أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة حلقة التفاؤل حلقة أعتقد الحجد الأهلاوي الكامل وحلقة الثقة في الأهل لا يفعلها إلا الأهل اليوم تصدر الأهل بطولة الدور منفردا وعاد كل إلى مكانه بص مش عايز أتمادى أوي مع فرحة الناس بتصدر الأهل منفردا وبالتساوي مع عدد المتشاط في الزمالك وبفارق مباراتين أقل عن بيراميدس كلام طيب انتجرناه كثيرا ونكونا نشعر به وكان كابتن سيد وكل وإحنا وكل إن الأهل ما ديني ما يعني ما فلتتش الأمور مش عايز جمهورنا يبتدي بقى التحفيل وكلام ده لإن بجد يصدقوني إحنا مضاعين كل طاقتنا إن إحنا نغيص بعض في الكلام السابق إحنا عندنا نادي مقتنعين به ونادي عظيم وله مكانة ويستقر في موضعه هذا هو الموضوع إحنا عايزين نادي الأهلي يكمل كده في النص يتعرض لبعض الكبوات لكنه لإنه الأهلي يسترد مكانه يسترد قيمته يسترد هيبته في اللحظة اللي كل متصور وتكالب الجميع للإنقضاد عليه في لحظة يتصوره غيرنا كان ينهار فيها لكن استطاع أن يفصل الأمور وأنت لو تفتكر الحلقة اللي فاتت أنا بقيت خايف جدا جدا بقولك أنا ما همنيش اللي ماتش المقصة دلوقتي هيبقى عنق الزجاجة أستاذ براهيم هيبقى نقطة التحاول هذا الموسم أستاذ براهيم لأن فيه أسابيع زي الإسبوع ده لما الزمالك يلعب المصري على الأهلي أن يفوز وينتظر بالضبط هلا دي الأسابيع اللي ممكن يحصل فيها التغيير بيراميدز استطاع أن يعمل رومونتادة برضو غريبة جدا حاول تأخره مرتين وهو عشر لعيبة يعني هو تأخر واحد عشر لعب وفي ظل نقص عددي ده يدل على إيه إن فيه روح في الدور العام روح مش طبيعية خلينا جميعا ننتبه ما عايز أقولك بيراميدز في المنافسة طبعا طبعا يعني إنما إنما المزعج بقى خلاصنا ماتش الأهلي هنخش على سانداونز وملابساته وكل التدني الذي صاحب هذه المباراة في التداول يا أستاذ إبراهيم إحنا عيشنا أسبوع من أغرب ما يكون غريب على الخلق المصري غريب على الرياضة غريب عن كل شيء إن تكتشف إن فيه مجموعة اتخلقت وتواجدت دلوقتي لتشويه الأهل والأهلوية والرموز أنا أنا نبني من الحب جانب لكن صدقوني بقدر ما دايئني هذا الموضوع إلا إنه أيضا أسعدني كيف يسعدني هذا الإسفاف وهذا التدني أن تتحط نمر تليفوناتي وتنال أسرتي الملاحقات والتسجيلات تدني وإيه أي كلام يقولك تسجيلات مفيش حاجة لكن قلة أدب التجر على حرمات البيوت صحيح إيه السفالة دي لكن هتقول إيه ما هو الليلة المقدمات تشب النتائج صحيح الدنيا ماشى في السكة دي محدش متنبه إحنا بنعمل إيه في المجتمع المصري في الخلق وانتهى التدني والحمد لله أنا عندي كل الدوكومنت والوسائل والأسماء توصلت لها والحمد لله وهي كلنا وقفة قوية جدا 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 ده مهم جدا